تقول عندنا بعض الميتين عيونهم ما تغلق بعد الموت تبقى مفتوحة ما السبب بعض الناس يفسرونها بأن عيونه لأنه قلق على أسرته وشيء من هذا القبيل أختي نرجس بارك الله فيك بالنسبة لي الميت إذا مات فإن آخر عضو من أعضاء جسمه تخرج منه الروح العينان ولذلك العيون تتبع أو الروح العيون تتبع الروح فتشخص ولذلك بعض الناس عينه لما يموت عينه إلى الأمام بعضهم يمين بعضهم شمال بعضهم إلى أعلى لأن الملك يسل الروح ففي أي جهة العين تتبع الروح العين تتبع الروح سبحان الله وتتوقف ولذلك قول بعض الناس بأن كونه بقيت عينا مفتوحتان قلق على أهل هذه من المحدثات والبدع ومن الخرافات غير صحيح الميت خلاص إذا ما تنتقل من دار العمل إلى دار الجزاء ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن من حضر الميت أن يغمض عينه أن يغمض عينه وإذا كانت شاخصتين ولما دخل على أبي سلمة وقد توفي كانت عيناه مفتوحتان فأغمضهما النبي عليه الصلاة والسلام أغمضهما ولذلك أخبر بأن الروح تتبعها البصر صلى الله عليه وآله وسلم ترجمة نانسي قنقر